بالتأكيد في خطورة كبيرة في قصة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء من وجهة نظر الفطورة قبل ما نتكلم عن الأشياء التالية ينصح بإيه؟ بصحة حدقة فإنهم فيها أجهزة كسيفة استهلاك الطاقة زي التكيف والدفاية والغلاية والتلاجة دول السخان الكهرباء فإحنا فيها عدد سيئة شوية بنستعملها ويتلاقي الناس ما سيجي الفطورة يقول لك كده ده شركة الكهرباء كل دي يعني ما استهلكتش الكهرباء دي إزاي ده عشان هو فيه حاجات بنعملها غلط يعني مثلا السخان الكهرباء نفضل شغاله طول اليوم انت ممكن ما تستعملوش طول البيت بره وجدت بالليل وما استعملتوش خالص ممكن تقعد يومين تلاتة ما تستعملش السخان بالكهرباء لكن طول ما الحرارة بتنزل الميا بتنزل منه بيغليها تاني حتى جربها كده جيب غلاية كتل وحط فيها ميا وما استعملهاش وشغالها تاني هتلاقي المياه غليت تاني فالسخان بالكهرباء ده يفضل شغال طول اليوم ده غلط جدا جدا أولا بيقلل عمره الافتراضي انه مفروض ما يشتغلش طول اليوم تاني حاجة بياخد فطورة السلاك كهرباء كتير فنصيحة يعني طبعا في الصف ما استحبش في شهر 7 أو 8 استحبش استخدام السخان الكهرباء الدنيا بتبقى يعني حرر ما يبتو نزل سخنا أصلا من المواصير يعني لكن في الشتاء قبل ما تستخدمه بنص ساعة بس خلصت الاستخدام بتاعه قد فيه تاني وده أحسن حاجة بتزود عمره الافتراضي ومتقللش ومتزودش السلاك فطورة الكهرباء طب خليني تكلم على أجهزة بسيطة شوية زي مثلا الشواحن التليفونات كتل الميا هي الأجهزة البسيطة اللي احنا ممكن نفتكر انه ما بتستخدمش أو ما بتستهلكش كهرباء كتير فعلى طول سايبين الشاحن بتاع الموبايل في الكهرباء نفس الكلام على الكاتل هل فعلا بيسببوا استهلاك عالي للكهرباء ولا لا هو في حاجات فيه شوية إجراءات كده عشان تقلل استهلاك الكهرباء احنا قلنا مثلا السخان بالكهرباء قبل الاستخدام كده بنص ساعة تستخدمه بعدين تطفيه بعد كده الغالية حول تعييرها يعني انت مثلا قاعد لوحدك تعمل كنباية واحدة ما تملقش الغالية كلها كده برضو استهلاك للكهرباء كتير الشواحن يريد تفصلها اه يريد تفصلها بان انت شحنت التلفون بتاعك مثلا نص ساعة ساعة يريد تفصله برضو من الحاجات اللي لازم تستخدمها عشان تقلل استهلاك الكهرباء مثلا حاجة سخنة مثلا صنية مثلا فيها اكل مثلا ما تحطاش سخنة في باب التلاج على طول لسان ما تبرز شوية لان كده انت بتدي التلاجة تشتغل اكتر يعني ما تبرد مثلا من درجة حرارة 25 وعشرين تنزل شوية غير ما تبرزها بتدي من درجة حرارة عشرين او خمستاشر فحاول ما تحطش الحاجة في التلاجة على طول ما تفتحش باب التلاجة كل شوية كده ده بيخلل التلاجة تشتغل اكتر يعني برضو من الحاجات اللي اتعش تقلس فاتورة الكهرباء اللي غسالها لفول اوتوماتيك يعني برضو ما تستخدمش المجفف فيها صحيا حتى قالوا الدكات اللي قال لك الملابس فول تتعرض لاشعة الشمس احسن يعني